فلما بنتكلم على المود بتاع الميكانيكال فينتيليتور بنتكلم على هو أبارة عن بريدتيرمن باترن أوف انتراكشن بتوين الفنتيليتور والبيشن فالحقيقة ده بيقول لنا بالزبط يعني هو ممكن نحن نعبر عنه بتلات حاجات حقيقة طبعا فيه عندنا مشكلة كبيرة في عملية المود بتاع الميكانيكال فينتيليشن إن فيه عندنا أسامي كتيرة جدا وكل مانيفاكشورر عنده أسامي خاصة به لنفس المود يعني بمعنى لما بتكلم على نفس الحاجة اللي بتحصل في جهاز مثلا دريجر وجهاز مثلا مثلا بيريتام دانت مثلا أو الحاجة بتلاقي إن نفس الحاجة بتتم في الاتنين وكل واحد فيهم له اسم مختلف في عندنا ممكن نتكلم على أكتر من ميت اسم المودزوفينتليشن في الكميرشل ماشينز وكلهم الحقيقة ممكن نصنفهم لمجموعة قليلة جدا مثلا ثلاثة أو أربعة تصنيفات أساسية الاختلافات بينهم حقيقة ظاهرة جدا وفي نفس الوقت كل أسامي مختلفة طبعا دي نتيجة لإنما مكانش فيها عند الكميونيتي المصنعين حتى بنتكلم على الميديكال كوميونيتي ما عندهمش ستاندر تاكسونومي للمودز وبالتالي طبعا دي عملت مشكلة الحقيقة اللي موجودة في حاجات كتيرة تانية مثلا منها المرأي مثلا عندهم برضو أسماع كتيرة جدا الاميرجينج سيكونسس ما لهاش علاقة يعني هي بتبع كوميرشال نيمز يعني ممكن نلاقي نفس السيكونس براكتيكلي موجود في كل الأجهزة بأسامي مختلفة ففي بعض الأفورتس اللي هي تعتبر فيرلي ريسنت التالت الناس تحاول تصنف الفينتيليتور مود عن طريق ثلاث حاجات نوع البريث كنترول ونوع البريث سيكونس ونوع التارجيتنج سكيني البريث كنترول زي ما نشوف هو بيسيكلي هل الساكي نفسها فوليم كنترول ولا بريشا كنترول البريث سيكونس هل هو بنتكلم على كونتينيس مانداتوري فينتيليشن ولا انترميتنت مانداتوري فينتيليشن يعني كونتينيوس دي معناها أن الجهاز بيتيك أوفر كل حاجة الانترميتن دي معناها أنه هو من آل لآخر بيجي يعمل يعني 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 يأسيوم بس مش في طول الوقت في عندنا حاجة اسمها كونتينيوس سابورت فينتيليشن بيبقى عندنا بيسيكلي الجهاز بيعمل سابورت طول الوقت الحاجة الأخيرة هي تارجت سكيم بنتكلم على عملية كنترول نفسها بتتم ازاي طبعا أبسط حاجة هي عملية سيت بوينت سيت بوينت معناها الطبيب يقول أن المريض دي يشتغل بالتايدل الفوليوم دوت الفوليوم بتاع الهوى اللي بيدخل داخل هو قد كده منتكلم على أن ما زيتش عن كده لو بيكلم على أن احنا بنستعم elevated pressure مثلا بيكلم أن هو بتاعه كده وخلاص الحقيقة ده بيبقى في مشكلة أن المريض بساعدة حالته بتتغير فبالتالي لازم الطبيب كل شوية يشوف الحالة بتاعته إذا كانت مستقرة ولا لا ولو كان فيه احتياج انه غير هو بيغير بييده يغير مانيولي الأجهزة الحديثة يبتدى يبقى فيها حاجات تعتبر adaptive حاجات تعتبر فيها actually بعض الحاجات ممكن اعتبرها intelligent يعني يبقى فيها artificial intelligence بحيث انه هو بيدتكت حالة المريض ويضبط الparameters بتاعت الventilation according حالة المريض طبعا هي أبسط حاجة طبعا بس بنتكلم على زي ما بنتكلم على كل الحاجات اللي احنا نتكلم عليها دي كده عندنا بتاعنا pressure ولا volume نتكلم على نهو ايه نتكلم على طبعا في عندنا interfaces بين التلات حاجات دول وبعض وكل واحد فيهم الحقيقة حسب المكان بتاعنا من interfaces بين الحاجات دي وبعض بنعرف بعد كده المود نفسه الclassification بتاع المود برا ايه بالزبط